بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد سنتكلم بإذن الله تعالى عن سورة الفاتحة إن شاء الله فاتحة سورة 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 هذه السورة تسمى بأسماء فاتحة سورة من بعض إسماء من يعرف أسماء هذه السورة فاتحة سورة 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 الذي يعرف يعني يكون الإجابة برفع الإصبع نعم تسمى بسورة الفاتحة أجل فاتحة سورة 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 إسمنا لا أحد يتكلم. ولا احد يلعب في الجوال. نحن الان هنا يعني في درس علمي. شوان بيز علمي بلدرستيز. والنشن درس دقة تدري. الكلام ممنوع. شوان كونش مكساك. استعمال الجوال. تليفون كلا مكساك. وإلا يعني نجعل المكان فوضى. الكل يتكلم. الكل يلعب في الجوال. الكل يمدرج جبريل عليه السلام. جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صندق Francisco? جاء وأجلس أمام النيبي صلى الله عليه وسلم. لم يجلس في آخر المجلس. سالم الجبريل صلى الله عليه وسلم النيبي صلى الله عليه وسلم. أعلى عليه وسلم ضياع يصلحonyه い braucht لم يمود رجله سأل سؤال ثم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطع حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم جبريل عليه السلام'ın üzerinde ilim talebinin eseri görülüyordu في لباس جيمinde لا إفرات ولا تفريد في سؤال في إنسات في قرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلم أو معلم جبريل عليه السلام متعلم طلب علم سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم نبي صلى الله عليه وسلم buna rağmen ona معلم yani öğretici olarak isim verdi لماذا لأن ظهر عليه أثر طلب العلم çünkü onun üzerinde ilim talep eden bir kimsenin eserleri vardı فلابد أن يظهر علينا أثر طلب العلم أثر التجام أثر اتباع هادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني biz ilim talep ediyorsak bu ilimin üzerimizde bir eserinin olması lazım nebi صلى الله عليه وسلم onun sünnetine eğer bağlıysak bunun üzerimizde bir eserinin olması gerekiyor طلب العلم لابد يؤدي حقوق 6 ilim talepesinin şu 6 hukuku yerine getirmesi lazım 6 hakı yerine getirmesi gerekir حق مع نفسه kendisiyle alakası olan kendiyle alakası olan bir hak var وحق مع زميله ve 10 arkadaşları yanındaki kimseyle olan bir hak vardır وحق مع المكان الذي يدرس فيه وحق مع الكتاب وحق مع المعلم مع الأستاذ مع الشيخ وحق مع العلم مع نفسه لابد من الإخلاص المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصدق sonra doğru olmak gerekir الْإخلاص الْتَقْوَى takvanın da bulunması gerekir الْبُعد عن المعاصي günahlardan uzak durmak gerekir حق مع زميله ve arkadaşıyla olan hakka gelince التعاون التناصح onunla yardımlaşması onunla nasihatleşmesi gerekir حق مع المكان الذي يدرس فيه oturduğu yaşadığı ya da ders öğrendiği yerle ilgili olan hak ise لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة للنظافة تنظف المسجد النبوي نبي صلى الله عليه وسلم zamanında orayı temizleyecek bir temizlik şirketi yok idi لم يأتي أحد الى المسجد النبوي اجعل المسجد النبوي كالمقه كالكفي مثلا عندنا كما يصنع البعض اليوم اللعب بالجوالات وإرسال الرسال داخل المساجد حق مع المعلم لا إفراط ولا تفريد يعني لا تتمسح به وتركع وتسجد للشيخ وكذلك لا تسبب المعلم أو تتطاول عليه أو تناديب اسمي تقول يا فلان لا يصح هذا تتوسط كما توسط السلف الصالح رضو الله عليهم الحق السادس مع العلم والتنسي شيء العلم كل علم تتعلم لابد أن تحافظ على هذا العلم لأنه كنز çünkü bu علم ile alakalı bir معلم olması lazım onu koruman lazım çünkü علم bir hazinedir تحفظ onu ezberlersin korursun تراجع sonra tekrarlarsın تعمل بالعلم sonra bu علم ويقام تدعو إليه ona çağırırsın insanları davet edersin تصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة öğrenmeye bununla amel etmeye وbuna davet etmeye sabredersin لو يدخل الآن علينا kafir من الكفار ويقام ويرى البعض يتكلم ويقام بعض يلعب في الجوال وصرا بعض بعض ويقام بعض يموت رجلي بعض ويقام ويقام بعض نائم بعض ويقام ماذا يقول نهي يقول هذا حال الهل الإسلام في المساجد في الدروس موسيق هل تصنع هذا عند الرؤساء عند الملوك وظلم لا يمكن الهيئة بالفعل بالعمل انتبه لا يؤتل الاسلام من قبلك لا أحد يتكلم على الإسلام و تكون أنت السبب فإما أنن ضبط بالضوابط الشرعية في هذه الدروس أو من الأحسن اللا نجلس في هذه المجالس دقائق معدود نسمع فيها ننضبط فيها ثم يقال لنا قوموا مغفورا لكم بإذن الله سورة الفاتحة فاتحة سورة Remember Allah سبحانه وتعالى Çünkü Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'i açar. Kur'an-ı Kerim'i ilk açınca gördüğün ilk ayet ilk sureler Fatiha Suresidir. أول سورة في القرآن. Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. يفتتح بها المصلي الصلاة. Ve namaza başlayan bir kimse namazını Fatiha Suresi ile açar. كذلك بعض الخطبة عندنا. يفتتح الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تسمى أم الكتاب. أم القرآن. Sonra أم الكتاب olarak da isimlendirilir. لماذا؟ لأن كل ما في القرآن في هذه السورة. Çünkü Fatiha Suresi Kur'an'daki her şey ihitva eder. فيها التوحيد. فيها الأحكام. فيها القصص. فيها الأركن الإسلام والإيمان والإحسان. إسلامın, إيمانın وإحسان الرحيم vardır içerisinde. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتباعının وجوبلüğü vardır. وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. صحابين وسلف صالحين üzerinde bulunduğu şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. التحذير من الفرق من اليهود من النصارى من كل ضلال sapık فقالardan da bir uyarı vardır حristiyanlar olsun yahudiler olsun bunlara karşı bir uyarı vardır ve bu surede ayrıca birleşmek vardır ayrılmamak vardır birazdan göreceğiz inşallah tüm bunları ihtiva ediyor bu sure ayrıca fatih suresinin bir ismi varsa tüsemme sab'ı al-methani لأنها من sab'ı ayat sab'ı al-methani olarak isimlendir çünkü içerisinde yedi ayet vardır القرآن فيه اذا ذكرت الجنة تذكر النار اذا ذكر الرحمة تذكر ayat الوعيد وهكذا القرآن'ı kerimde mesela cennet ayetlerini gördükten sonra hemen ardından cehennem ayetlerini görürsünüz ya da diyelim ki tehdit ayetlerini gördükten sonra hemen müjde ayetlerini görürsünüz البesmela هذه ليست من الفاتحة bilin ki besmele fatiha suresinden değildir ما الدليل bunun delil ne الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي çünkü yüce الله قدسي bir hadiste şöyle buyurmuştur اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبد هذا delil أن البesmela ليست من الفاتحة çünkü yüce الله kudsi halde şöyle başladı eğer kulum الحمد لله رب العالمين deyince kulum bana hamd etmiştir beni övmüştür demiştir bununla şunu anlıyoruz besmele fatiha suresinden değildir o zaman bu 7 ayettir وَتُسَمَّ بِمَاذَا أَيضًا fatiha suresi لا يقول هذا imam ona ne diyecek يقول ان تقرأ عليها هي تقرأ على نفسها yani imam diyecek ki onu sen kendini oku ya da eşine söyle kendisi okusun bu sureyi لماذا لا تقرأ هي على نفسها neden kendi kendine okumuyor bu kadın الشيخ من باز الرحمه الله تعالى ابن باز الرحمه الله اتسال عليه رجل اوَنْ además من قل أخي مريض انا كان حwicلنا نريد تقرأ عليه يا شيخ اوقفنا نريد تقرأ عليه ي퍼شيخ ذالك، adaptation نفسها الشيخ عنه يقضر على نفسك او أنت تقرأ عليه او أنت تعقر الله ما أننا لا نحفظ القرآن شيخ يعني قل companies اعلمت于 مرس وذول؟ قال أن تحفظ الفاتحة كُلْ مُسْلِمْ يَحْفَظَ الْفَاتِحِ قال نعم نحفظ الْفَاتِحِ قال اقرأ على الْفَاتِحِ قال قرأنا وَلَمْ يَبْرَعُ قال يَبْرَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَابُدْ نُعَلِّقَ الْخَلْقِ بِمَنْ Bizler kulların kaplerini kiminle alakadar edeceğiz? Kime bağlayacağız? بالخَلْقِ Yaratılmışlar ile mi? لا Hayır نُعَلِّقَ الْخَلْقِ بِالْخَالِقِ Bizler kulların kaplerini alemlerin Rabbi ile bağlantılı kılacağız. الَّذِي بِيَدِي جَلْبَ الْمَنَافِعُ دَفْعَ الْمَظَارِ هُوَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ تَعَالُ Hayır daşar da alemlerin Rabbinin elindedir. تُسَمَّ سُورَةَ الْفَاتِحَ بِمَاذَا Fatiha Suresinin başka bir ismi var mıdır? تُسَمَّ السَّلَةِ Fatiha Suresinin namaz olarak, salat olarak isim önderilmiştir. الْدَلِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ لَذَكَرْنَا قَسَمْتُ السَّلَاتَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي سَمَّهَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَلَةِ Bunun deliliği de az önce söylediğimiz kutsu hadisde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Namazı kendim ile kulum arasında ikiye ayırdım diyor. متى تُقْرَ? Ne zaman okunur Fatiha Suresi? متى تُقْرَ سُورَةَ الفَاتِحَ? Fatiha Suresi ne zaman okunur? نعم. في كل صلاة tüm namazlarda okunur. لا تصحَّ الصلاة إلا بقراءة Suresi Fatiha Suresi olmadan hiçbir namaz kabul olunmaz. إذن الإشكال كل الإشكال في من يخطئ في الفاتحة. O zaman tüm sorun Fatiha Suresi'inde هطأ yapanlardadır. الذين هطأ الذين دمثل مثلا الذين هذا هذه لا توجد في الفاتحة. فatiha Suresi'inde böyle bir harf yok yani. لابد أن يقول الذين تخرج لسانك حتى تخرج الذال أو تأتي إلى الإمام وتقول أصحح عليك قراءة الفاتحة حتى لا تكون صلاة باطلة. Eğer böyle bir durum var ise hocanın yanına gidip Fatiha Suresi'ni düzeltirsin ki namazın batıl olmasın. أهم سورة En önemli سورة لابد نصحح قراءة هذه السورة حتى لا تكون الصلاة باطلة. En önemli سورة Fatiha Suresi olduğu için namazda bunun dışında kabul olmayacağı için bunu düzeltmek gerekir. ما هو الرقد الثاني من أركان الإسلام? الرقن الثاني من أركان الإسلام? İslam'ın ikinci şartı nedir? اخواني لا أحد تكلم إلا من أوجه للسؤال. أنا لست في سوق الخضار. Kardeşlerim konuşmak isteyen ya da cevap vermek isteyen parmak larını کال. أنا في مسجد. Şu an مسجد biz. نعم الصلاة خطأ. نعم تركب. Namaz hata. إذا قال namaz أو الصلاة خطأ. Eğer namaz derse ايقام الصلاة namaz ikamet etmektir. Az önce kardeşimizin dediği namaz kılmak ile namaz ikamet etmek arasındaki fark nedir? gökler ile yer arasında fark vardır. Neden? Çünkü bu kimse belki namaz kılıyordur. Belki de Fatiha suresini okum أو يقرأ الفاتحة و يلحن فيها لاحن جلي belki de Fatiha suresini okuyordur ama Fatiha suresinin çok büyük hatalar eliyordur أو يصلي بغير وضوح ya da abdestsiz bir şekilde kılıyordur namazı أو يصلي في اليوم ركعتين ya da bir günde sadece 2 ركعت kılıyordur يقول أنا صليت sonra diyor ki ben namaz kıldım نعم قد يقال أنه صلى belki yani lugavi manada senin namaz kıldın söylenebilir هل أقام الصلاة peki namazı ikame etmiş midir bu kimse لا إذن الركن الثاني من أركان الإسلام اقام الصلاة اقام الصلاة اقام الصلاة حتى تأتي بالصلاة قائمة yani namazı dost doğru bir şekilde yerine getirmen gerekir بشروطها شرطları ile واركانها ركوانها وَوَاجِبَاتِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَلَا تَأْتِي بِمُبْطِنِ sonra bu namazı kılarken de namazı bozacak şeylerden de uzak durman gerekir وَتَأْتِي بِمُكَمِّلَاتِهِ sonra bu namazı tamamlayacak kamil kılacak sünnetleri de yerine getirirsin اقام الصلاة namazı ikame etmek اذن لابدن الصحح قراءة الفاتحة namazı ikame etme inşaatlarından bir Fatiha suresi ise bu sureyi güzel bir şekilde söylemek okumak gerekir كل واحد مننا يارا أن الصلاة هي الصلاة الصحيح hepimiz kendi namazın en üstün namaz olduğunu düşünebilir لا تأتي إلى العالم وَتَقُلْ اَعْرِضْ عَلَيْكَ كَيْفُ أُصَلِّكَ öncelikle bir hocaya gidersin bir alime gidersin namazı nasıl kılacağınla ilgili onunla bir danaşırsın konuşursun لا نتكبّر على العلم ilim hususunda kibirlenmemek gerekir اذن تُقرأ في كل صلاة اذن هي أهم سور eğer tüm namazlarda okunuyorsa en önemli suredir o zaman bu نعم قبل أن نقرأ Soura'o'l-fatiha ماذا نصنع Fâtiha'ya da suresini ökümadan önce ne yapıyoruz ben beyond kim biliyor نعم Bismillahirohman 2022 Allah أعوذ أعوذني من الشيطان الرجيم لابد قبل القراءة نستعيد من الشيطان الرجيم bu sureyi okumadan önce شيytandan alemlerin Rabbine sığınmak gerekir لماذا أنا أفعل منكر الآن أنا أقرأ القرآن ممكن هذا قل عندما تمر مرأة أنا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن أنا أقرأ القرآن شوان بي إباة قرآن أكبر لماذا أستعيد لماذا أستعيد أنا لست في معصية نعم لأن الشيطان لا يريد أن نعبد الله الشيطان يريد أن لا تتدبر القرآن لا تفهم يقرأ القرآن فقط بلساني هؤلاء الخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كيامتكم رسول الله يريد أن يريد أن يصدق هذا القرآن هذا يقول أنا على طريقة السلف الصالح نقول هذه الكلمة لابد أن يصدقها العمل تحفظ الفاتحة كيف كان السلف يحفظون القرآن السلف قرآن كريم نسي أزبرلو قال يحفظ ويتعلم معنى الآيات أو آيات اذا انت في الواقع من الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يفهم منه شيئا فاتحة سورة الفاتحة قد لا تأخذ منك خمس دقائق تقرأ في تفسير مختصر للقرآن فاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة فاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة نعم مهم جدا أننا تعلم القرآن Bizim قرآن الكريمي öğrenmemiz çok mühimdir çok önemlidir اذا نستعير لأن الشيطان يريد مننا ألا نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وَتَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يعني افتتح القراءة بِبِسْمِ اللَّهِ ثم تقرأ الفاتحة تقول الحمد والحمد هو ذكر المحمود ذكر الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات محبة نحب الله ولا نحب أحد مع الله وتعظيم نعظم الله ولا يمكن أن نعظم أحد تعظيم مساوي لتعظيم الله سبحانه وتعالى الحمد يقول لله فقط الله سبحانه وتعالى هو المختص بالحمد الله الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم على قول عند بعض العلماء الذي إذا دعي باله أجاب الله kelimesي yüce الله en yüce اسمidir الله هو المألوه هو المعبود لا يُعبَد إلَّا الله الله إله ومعبود ومعبود للمساعدة إبادة الإلماكن لم يسمى أحد بهذا الإسم إلا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نغير أسماء الله الله يعني الاسم اللي نو د permanent approach to learn ausm Japanese ومشائ00 في اللغة العربية الرسمية في المقردية اسمه جمع تي من allowed This is Jin Kurokson his кировę Sweokan funny яuke HQ. جمعة في اللغة العربية وفي اللغة الانجليزية نقول له فرايدي مثلا ولا يمكن في اللغة التركية نقول له جمعة وفي اللغة الكردية لا يمكن يغير الاسم إذن اسماء الله ننطق بها كما جاء في الكتاب والسنة لا يمكن يغير الاسماء اسمleri değiştirmemiz mümkün değildir يوكي الله الاسم رب رب ise الله هو الرب ما معنى الرب الرب هو الذي خلق ورزق رب يارطان ورزق فرن demektir هذه تربية للبدن للظاهر ظاهر olarak بدنで olan bir şeydir الله bu bedeni تربية etmiştir وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن يجا الله الرب اسمي yani تربية اديجي oluşه هذا لا ينكر أحد حتى الكفار لا ينكر هذا حتى الكفر لا ينكر هذا إلا على وجه التكبر كما حصل من فرعون sadece kibirlenme maksadı olursa bu şekilde olur فرعون'da olduğu gibi لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا ويعلم أنه مخلوق حتى فرعون لكن تكبر يeryüzünde yaratılmışlarının hepsi kendisini yaratanın الله olduğunu biliyor فرعون bile biliyordu sadece kibirinden dolayı bunu رب العالمين ما سوى الله عالمين ise الله'ın dışında olan her şeydir فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب هو الخالق والرازق إلا بدا أن يُعباد ولا يُعباد غير الله سبحانه وتعالى إلا بأيش إبادة لائك olan da Umar لدر لكن أكبر francية الإبادة لائك الحة يعني الرحمن ذو الرحمن العم يعني رحمن'da burada büyük geniş manada bir rahmet söz konusudur الرحيم ذو الرحمن خاصة بالمؤمنين رحيم'daki ise buradaki rahmet ise sadece müminlerle alakalı olan bir rahmettir مالك يوم الدين يعني أن الله سبحانه وتعالى هو مالك ومالك تقرأ مالك يوم الدين ونقرأ مالك يوم الدين bilin ki Fatiha Suresi iki Fatiha Suresi مالك يوم الدين مالك يوم الدين olarak da okunur مالك يوم الدين olarak da okunur burada hem sahip anlamında o günün sahibi hem de hükümranı anlamı vardır فالله سبحانه وتعالى مالك ومالك قد يكون عندنا مالك لكن ليس له ملك وقد يكون insan عنده أملاك لكن ليس ملك يأتي الملك وأخذ أموال هذا الملك ملك ناقص الملك الكامل لله سبحانه وتعالى bir insan mesela bir insan padişah olabilir ama elindeki her şey elinin altındaki her şey onun olduğu anlamına gelmez ancak Allah hem meliktir hem padişahtır hem de her şeyin sahibidir mülk O'nundur ve otoritede O'nundur يوم الدين din günü ise ما معنى يوم الدين din günü ne demektir peki يوم الجزاء والحساب o gün karşılık günüdür hesap günüdür الْأيام التي يمر عليها الْإنسان المرحل خمس مرحل يمر بها الْإنسان insanın üzerinden ömrü boyunca beş merhale geçer يوم قبل أن يُخْلَق yaratılmadan önceki gün din gününün maliydi والله سبحانه وتعالى يا ملك جميع الأيام يجعل الله tüm günlerini sahip olmasına rağmen neden bu günü özel olarak seçti لأن الآن هنا عمل وهنا حصاد وجزاء حتى تنتبه وتعمل çünkü önceki günlerde amel vardı ve bu son günde ise karşılık vardır buna buna karşı bir bununla karşı bir uyarı üzerine olasın diye إياك نعبد sadece sana ibadet ederiz الآن الآية في الأصل عندنا يقول الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا عندما قال إياك لم يقل إياك أعبد قال إياك نعبد يعني نجتمع يا رب على عبادتك الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين dedikten sonra sadece sana ibadet ederim demiyorsun dikkat edersen burada sadece sana ibadet ederiz diyorsun لماذا قال إياك نعبد ولم يقول إياك أعبد أنا أعبد وحدي neden demedi ben sana ibadet ederim sadece demedi ve burada biz sana ibadet ederiz sadece sana ibadet ederiz buradaki biz neden söylendi حتى تعلم أننا لابد أن نجتمع bu bizim birlik olmamız gerektiğine karşı bir işarettir ومن الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لالفترار نكُنْ أُمَّ وَاحِدًا جَسَدْ وَاحِدًا إِذَ اشْتَكَى مِنْهُ عُضُ تَدَاعَ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدْ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ وَهَذَا الَّذِي تَرَى مِنْ اِفْتِرَاقَ الْمَّ وَاللّٰهِ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ bu ümmetin şu an üzerinde bulunduğu ayrılık dinden değildir dinle alakalı değildir وَلَا يُمْكِنْ اَنْ نَجْتَمِعْ إِلَّا عَلَى مَجْتَمِعْ الْنَبِي صلى الله عليه وسلم وَالسَّحَابَ رضُ اللّٰهِ نَتَّبِعْ رَسُولُ وَاحِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَكْبِرْ بِيْغَمْبَرَةَ وَيُّدُكْ بِيْسْ شَرِيعَ وَاحِدَ تَكْبِرْ شَرِيَةَ وَيُّدُكْ بِيْسْ قِبْلَةَ وَاحِدَ تَكْبِرْ قِبْلَةَ يُنَلْدِكْ لاَ حِزْبِيَّةَ بِرْقُرُبْ شُولُهَ دَيْلْ لاَ طَائِفِيَّةَ bir tarafa doğru değil لاَ جُنْسِيَّةَ ya da bir ırkçılığa karşı değil لاَ قَوْمِيَّةَ ya da bir kavimciliğe karşı değil لاَ فَرْقَ بَيْنَ عَرَبِ وَغَيْرَ عَرَبِ إِلَّا بِالتَّقْوَى Arap ile Arap olmayan arasında sadece takva farkı vardır لابد أن نكون أُمَّا وَاحِدَ bizim tek bir ümmet olmamız gerekiyor kalp واحد tek bir kalp üzerine olmamız gerekir على هذا نحن نقرأ الفاتح bunun üzerine biz Fatiha'yı okuyoruz هَلْنُ تَبِّقُ peki bunu tatbik edip uyguluyor muyuz? أنت من كذا وَأَنَا مِن كذا أنت عَرَبِ وَأَنْتَ غَيْرَ عَرَبِ ben bu gruptayım sen Arap'sın ben Türk'üm bu şekilde olmaz اُمَّا وَاحِدَ لَابُدْ bizim tek bir ümmet olmamız gerekiyor قال عليه الصلاة والسلام دَعُوَهَ فَإِنَّهَ مُنْتِنَا الْعَصَبِيَّ وَالْقَوْمِيَّ جَاهِلِيَّ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ يعني لَا نَعْبُدِ اللَّهِ yani senden başkasına ibadet etmeyiz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz وَلَا نَطْلُبَ الْعَوْنِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ Allah'tan başkasından ise yardım istemeyiz تَقُلْ يَا رَبِّ sen elini kaldırıp يَا رَبِّ dersin أنا مُؤْمِن مُصَدِّق ben şuna inanıyorum Rabbim بِأَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَةَ عَلِمْ كُنْ شَيْءٍ Allah her şeyi biliyor buna inanıyorum وَكَتَبَ مَقَادِرْ كُنْ شَيْءٍ ve her şeyi önceden biliyordu sonra yazdı bunları laf-i mahfuzda وَاَنَّ هَاُولَاءَ مِنْ أَهْلِ جَنَّةِ وَهَاُولَاءَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ Allah kimin cennete gireceğini ve kimin cehenneme gireceğini önceden biliyordu وَمَا هَذَا أَعْمَل buna rağmen ben amel ediyorum bununla beraber zannımı güzel edip Rabbime doğru amel ediyorum بِأَنْ أَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ cennet ehlinden olmak için amel ediyorum وَاَعْبُدُ وَاَعْمَل amel ediyorum, ibaret ediyorum أَجْمَعْ بَيْنَ الْإِيمَانِ بِالْقَذَا وَالْقَدَرِ وَالْعَمَل kaza ve kadere iman ile ameli birleştiriyorum böyle yaparsa tevhidi yerine getirmiş olur gerçekleştirmiş olur الآن بعد أن أثنى على الله Allah'ı övdükten sonra وَأَثْبَتَنْ وَعَدْ تَوْحِيدَ الثلاثةَ tevhidin üç nevini de ispat ettikten sonra الآن يدعو şimdi dua edecek قبل هذا لا يوجد dua bundan önce bir dua yoktu اذا من أداب الدعاء ومن أسباب إجابت الدعاء o zaman duanın edeplerinden adaplarından kabul olunmasının sebeplerinden biri de أثنى على الله yüce Allah'ı ömektir duadan önce توحيد الله yüce Allah'a karşı tevhid duymaktır الإيمان بالقضاء والقدر kaza ve kadere inanmaktır التعبد لله alemlerin Rabbine ibadet etmektır الافتقار إلا الله الله'a karşı muhtaç olduğunu hissetmektir الاخذ بالأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى ومنها الاجتماع الله'ın rahmetini gerektirecek şeyleri yapmaktır bunlardan biri de birlik olmak içtima üzerinde olmaktır ثم تقول اهدنا sonra dersin ki bizi doğru yola ilet ما معنى اهدنا bize hidayet et ne demek لأن الهداية عندنا تنقصب إلى قسمين bilin ki hidayet iki kısmı ayrılır هداية دلالة وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدين هذا دلالة وإرشاد إرشاد ودلالة olan manasında hidayet var nebi صلى الله عليه وسلم gösterdiği şeylerdir bunlar وإرشاد تفق أنه لا يمكن لأحد أن يدخل إلا من أذن الله الله سبحانه وتعالى في رحمة الله ikincisi ise muvaffak olmak manasındaki hidayetin aslına muvaffak olmak manasındaki hidayettir bu ise Allah'ın iznin verdiği kimseler içindir sadece هذه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك أحد من بعد bunun nebi صلى الله عليه وسلم ne de ondan sonra gelecek bir kimse sahip değildir أي هداية نطلب هنا في الفاتحة biz bu Fatiha süresinde hangi hidayeti istiyoruz hidayet أن الله سبحانه وتعالى يعليمنا أو يوفقنا إلى سلوك الطريق müceallah tam bize öğretmesini mi yoksa bu doğru yola muvaffak kılmasını mı istiyoruz hangisi ماذا تريد hangisini istiyorsun سلوك الطريق سراط من kimin yoluna gideceğiz peki bu dost doğru yol nedir سراط الله سبحانه وتعالى yüceallah'ın dost doğru yoldur لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا السراط لنا çünkü bu yüceallah'ın yoldur çünkü yüceallah kendisi bu doğru yolu vasfetti أو هذا السراط قد يُنسَب إلى من يمشي فيه ya da bu yol üzerinde yürüyen kimselere nispet edilir الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصيدقين والشهداء والصالحين bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler صدقlar salihler ve şehitler ثم تستعيد sonra Allah'tan yardım istersin sonra Allah'a sığınırsın o kimseler ki biliyorlar ama amel yapmıyorlar bunlar Yahudilerdir ya da şu kimseler gibi olmayasın diye Allah'a sığınıyorsun bunlar bilmeden kafalarına göre amel yapıyorlar bunlar ise Hristiyanlardır burada Fatiha suresi bitti بإجماع الأمة التأمين ليس من الفاتحة قول آمين ليس من الفاتحة أمetin إجماس إلى آمين كلمesi فاتحة سورة olmadığı biliniyor ولا نؤمن إلا في الصلاة بسadece فاتحة سورة في سادة نamaz دايken آمين دريس لأن هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلاة 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 هل نحن نستحضر هذه المعاني عند قراءة سورة الفاتحة نستحضر البعض نحسن قراءة الفاتحة يا أخوان سورة مهمة أهم سورة أول سورة فيها فيها كل ما في القرآن فلماذا لا نهتم بها إلا من رحم الله لا بد نتعلم نتعلم اللغة العربية طالب علم لا يمكن أن يفتح له في العلم إلا بتعلم اللغة العربية علم علم هناك أئمة في اللغة العربية ليسوا من العرب سباويح مذلل بلن دل حسوس علم بعض 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 سباويح صحيح البيخاري الصحيح البيخاري البخاري ليس اربي بخاري عرب değildi biliyorsunuz بخاري بأنهمية لا التعلم بخاري من عرب أن يتعلم محالبا تعلم يجب أن أيهنا يجب أن تشتهد يجب أن تشبه يجب أن تتعلم إذا لم تتعلموا إذا لم نتعب نحن الآن إذا لم نتعب نحن الآن إذا لم نتعب نحن الآن صحيح أم لا كم طبيب نحتاج؟ كم طبيب نحتاج الآن عندنا في هذه البلاد؟ كم عدد السكان؟ تقريبا ثلاثة ملايين هنا ثلاثة ملايين؟ فقط هنا في بورصة ثلاث ملايين ثلاث ملايين كم طبيب يحتاجون؟ تقريبا ثلاث ملايين كم عالم عندنا في بورصة؟ عالم من كبار العلماء بورصة كم عالم في بورصة؟ ثلاث ملايين ثلاث ملايين ثلاث ملايين ثلاث ملايين إذا نحن في خطر صحيح؟ نعم نحن في خطر عظيم لماذا نهتم بطب الأبدان ولا نهتم بطب القلوب طب الأرواح؟ لابد ننتبه مهم جدا أن نعرف أن هناك من يريد أن يفسد علينا ثلاث ملايين ثلاث ملايين ثلاث ملايين يقتل من يقتل جميع الرجال من قرابة ويأتي بجميع النساء لهذا حتى يكونوا عندهم سبايا إذا لابد نهتم لهذا الأمر إذا لابد نهتم لهذا الأمر إخواننا نهتم لمن يعني ينشر بين الناس الباطل ينشر مخالفة حدي النبي صلى الله عليه وسلم يكفر يبدع يفسق لن عندنا من يكفر كل أهل برسا نعم موجود يريد زعزعة الأمن الذي نعيش فيه لماذا نحن نسكت عن هذا الباطل لماذا لا نتعاون نعمر بالمعروف ننه عن المنكر لكن على ما توجب الشريعة الآن عندما ننظر في المساجد مثلا من الذي يحافظ على الصف الأولى من الشباب لا 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 لماذا لماذا؟ لأنهم أقوى لأنهم أقوى صح صح لا لا لابد أن نكون نحن قدوة لهؤلاء نكون أول في الصف الأول نبادل نسارع نسابق إلى الخيرات لا يمكن أن طالب العلم تأخر عن الصلاة لا يمكن أن تأخر عن الصف الأولى تأخر عن الصف الأولى ثم تأخر عن الصف الأولى صح 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 لابد أن تعمل بحسن الخلق كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعمل بحسن الخلق كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء الخصوم بحسن الخلق لكفا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضاء عليهم قضاء عليهم بماذا ليس بسلاء بحسن الخلق نبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت حسنه güzel ahlaktan başka bir şeyle bu düşmanlarıyla muamele etmeseydi bu onları öldürmek için aslında yeterli olurdu yani onlara güzel ahlakla muamele ediyordu bu şekilde onları öldürüyordu neredeyse أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُريني الحق حقا ورزقنا اتباعا والباطل باطل ورزقنا اجتنابا والله أعلم جعلاتاً Kendim ve sizin için başarı diliyorum bize hakkı hak gösterip uymayı nasip etsin batılı batıl olarak gösterip ondan uzak durmayı nasip etsin بطل upstairs 6 11 12